ردود فعل عربية ودولية تتوالى ترحيبا بقرار وقف اطلاق النار في ليبيا الذي اعلنته حكومة ترابلس برئاسة فايز السراج ومجلس النواب الليبي برئاسة عقيل صالح مجلس التعاون الخليجي رحب بالاعلان ودع الأطراف الليبية إلى الانخراط العاجل في حوار سياسي بوسطة أممية للوصول إلى حل دائم لإنهاء الصراع الليبي الإمارات بدورها أكدت أن الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع كذلك السعودية التي دعت إلى ضرورة البدء في حوار سياسي يؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار في ليبيا وفي الاتجاه ذاته سجلت الجزائر ارتياحها لهذه المبادرة التوافقية ورحبت مصر بالخطوة المهمة لتحقيق التسوية ودع الأردن إلى مفاوضات جادة تنهي الأزمة كما عبرت الجامعة العربية عن أملها في سرعة الانتهاء من المفاوضات للتواصل إلى اتفاق رسمي ودائم الترحيب لم يأتي عربيا فقط إذ رحب الاتحاد الأوروبي بما اعتبره معلومات مهمة وإيجابية مؤكداً أهمية التواصل إلى حل سياسي والعودة إلى الاستقرار والسلام في ليبيا وكذلك الأمم المتحدة التي رحبت على لسان ممثلتها الخاصة في ليبيا بالإنابة ستيفاني واليامز بالتوافق الذي اعتبرته مهماً بين الطرفين الليبيين يذكر أن إعلان وقف القتال في ليبيا جاء بعد مناشدات دولية لوقف إطلاق النار وإعلان محيط مدينة سيرت منطقة منزوعة السلاح